لما تلاقي شخص مشهور ولو ما كان في المجتمع بتلاقيه ما حط أنظار الجميع فما بالك برؤساء الدول اللي أكيد كل واحد فينا خطر على باله هو الرئيس ده يعني أعيش إزاي وبيتفسح فين ولا بيأكل إيه ملوك رؤساء دول العالم زيهم زينا زي أي شخص عادي كل واحد فيهم عنده زوء مختلف في الأكل أكلة بيحبها وأكلة مايدخلهاش أصره قصص وحكايات مطابخ الملوك كتيرة وبتختلف حسب الثقافات والعداد والأكلة المفضلة وطريقة طبخها بتبقى محطة اهتمام الكتير أهلا بيكم في حلقة جديدة من بص العصفورة طبخين الأصور الرئاسية والدووين الملكية بيبقوا بمثابة الكنز لوسائل الإعلام وأول ما الفرصة بتسمح ليهم أنهم يتكلموا بيخرجوا أدق أسرار الزعمها وبيتكلموا عن أقرب طريق لقلوبهم اللي هو الأكل المفضل للملوك والرؤساء كريستيتا رئيسة الطهاف البيت العبيض واللي درست فنون الطهي في فيينا وتخصصت في المطبخ الأمريكي كريستيتا كوميرفورد بتقول أن كان من السهل جدا إرضاء عيلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأنه كان بيعشق هو وزوجته المطبخ الفتنامي وكان بيحب قوي يأكل بلح البحر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنفسه اتكلموا كمان عن عشقه الشديد للهامبرجر وأنه بيأكلوا على طول سواء لوحده أو مع أسرته وأن مراته وولاده بيحبوا أكتر الأكل الياباني وبيعشقوا السوشي كريستيتا كاميرفورد قالت كمان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيحب الفاست فود جدا وأكلوا كان عبارة عن بيرجر وبطاطس وفطاير التفاح المقلي وبيطلب من الطباخين أنهم يعملوا بنفس طريقة مطاعم الفاست فود أما الطباخ الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن فهو قال أن من أكتر الأشياء اللي بيرفض بايدن أنه يكلها هي الخضروات الورقية وخصوصا لو قبل ما يقابل جماهير أو صحفيين وغالبا ممكن يكون بسبب القولون وقال كمان أن بايدن حريص يوميا على العشاء الساعة سبعة مع امرضه جال بايدن وأن الطبق المفضل عنده هو طبق الماكارونا الإيطالي بالسلسة الحمراء لكن السيدة الأولى بتفضل السمك المشوي بكل أنواعه مع البطاطس المسلوقة والخضار ومن ضمن الأسرار اللي كشف عنها مساعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس بيزعل جدا لما بيعرف أنه حياه كل واحده من غير مراته وفي الحالة دي بيطلب من المساعد الخاص بي أنه يأكل معاه كبير الطها في أصر الإليزي اللي عاصر خمس رؤساء فرنسيين بما فيهم طبعا الرئيس السابق نيكولاس ساركوزي قال أن أكتر حد كان صعب أن يرضيه في منضوع الأكل هو الرئيس الراحل فرانسوا متران لكن جاك شيراك كان بيحب أكلات المطبخ الفرنسي التقليدي وأنه كان بيتفادى الأكل الدسم والإشاعة اللي طلعت عليه أنه كان بيحب راس العجل دي حقيقة نفاها تماما وقال أنا يدوب عملت له الأكلة دي مرتين خلال 12 سنة قال كمان أن الرئيس ساركوزي كان بيهتم بكل ما يعرض عليه كان بيرائب اللي بتقدم له من أطباق وطريقة تقدمها كان بيختار قوائم الطعام وكان الطباخ بيعمل اقتراحات وهو بيختار الطباق المناسب ليه وقال إن ساركوزي كان ضعيف تماما قدام الحلوة على الأخص الشوكولاتة اللي بتعتبر بمثابة نقطة ضعفه لكن هو كان بيميل دايما لتناول الطعام الصحي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو فمعروف عنه إنه على الرغم من رشقته إلا إن الأكل المقرب لقلبه هي المكرونات والبيتزا وإن أكلته دايما هو ومراته لما بيروحه أي ريستران هي البيتزا مارك فلاناجان رئيس التها في أصر باكينج هام كان متحفظ شوية الحقيقة وهو بيتكلم عن الأكلات المفضلة اللي كان بيحملها للملكة إليزابيس التانية قال إن الشيء المشترك في كل الوجبات عندها هو الخضار الطازة وكمان كبيتين من اللبن واحد الصبح في الفطر والتانية في العشاء قال كمان إن في نفس الوقت الملكة ما عندهاش مشكلة في الأكل اللي فيه كربوهايدرات زي المكرونا والبطاطس والرز لكن التوم ممنوع تماما في الأكل عشان تتجنب ريحة الفم الكريهة نيجي بقى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحقيقة الستي دي مش بتخبي زقها في الأكل أبدا بتحب شربة البطاطس مع اللحمة وكمان بتحب السمك تحب الوز المشوي غير إنها دايما بتطبخ في الوقت الفاضي عندها وبتروح زي ما إحنا عارفين تعمل شابنج بنفسها وتختار الأكلات اللي هي عايزاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن روتيلو اليومي الحقيقة هو بيبدأ بمراجعة الوثائق وتوقيع إلى أوراق وبعدها يروح يلعب شوية رياضة ويرجع يفطر فطار خفيف الفطار ده بيكون إيه؟ عصيدة جبنة كاس من بيض السمان الني وتلاجة الرئيس مليانة طول الوقت حليب عصير كاتشوب طبق المفضل السالمون ده غير طبعا عشقه للأيس كريم رغم الساعة الشديدة اللي عندهم لكن الأيس كريم بالمكسرات والفز والشوكولاتة والفانيليا ده دايما بيحبوا وحريص إنه يروح يأكل الأيس كريم ده في أحد المحلات الشهيرة بموسكو الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج آن مدمن حقيقة لنوع جبنة اسمه إيمينتال ودي جبنة سويسرية في الأساس مصنوعة من حليب البقر والجبنة دي هي السبب في زيادة وزنه وتدهور صحته كمان كبير طهات عائلة كيم آل إن الزعيم الكوري الشمالي بيعشق الأطباء من زعانف أسماك القرش الرؤساء الراحلين كمان كان عندهم تقوص خاصة في الأكل بتاعهم كان الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل ما صحته تتعبه كان بيعشق الأكلات الشعبية الفتة والزعتر الفلسطيني وكان بيرفض نهائياً إنه يأكل أو يشرب أي منتجات إسرائيلية وكان بسبب سفره المتكرر كان بيشرب شربة العتس والخضار وكان بيدخل المطبخ بنفسه ويصر على إنه يأكل فتفيت العيش اللي بتنزل منه آيمان البغدادي طباخ ملوك السعودية كان بيحكي تجربه مع الملوك وآخرهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وإن اللي بيميز صفرة ملوك السعودية هو سمك ناجل المفضل عندهم وزن السمكة دي الحقيقة 13 كيلو جرام بتتطبخ حتى واحدة من غير تقطيع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان معروف عنه حب للسمك الطازة ومن كتر حبه لي عين فريق صيادين مخصوص علشان يكون شغلهم الشاغل صيد السمك يومياً أدولف هتلر رغم شهرته بإنه بيحب الأكل النباتي إلا إن طبقه المفضل كان الحمام المحشي باللسان والفسدق وقال مرة إنه بيعشق كبدة الدجاج